بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا وسهلا أهلا بكم في فيديو جديد عبارة عن Q&A session هنجاوب فيه على شوية أسئلة متعلقة بالSystematic Review والMeta Analysis خليني أقرأ الأسئلة كلها مرة واحدة وهتلاقوا في الـ Comments تحت شوية resources مهمة أو مواقع مهمة وهتلاقوا برضو الـ Time Stamp لكله سؤال بحيث أن لو حد عايز يروح على سؤال بشكل مباشر يقدر أنه هو يضغط عليه من الـ Time Stamp تحت أول سؤال إيه هو أقل عدد علشان أعمل Systematic Review يعني هو يقصد تقريبا العدد للأشخاص وإزاي أوصل لناس كده طيب تاني سؤال هل خطوات تسجيل البروتوكول مهمة وإزاي أقوم بيها سؤال التالت إيه البرامج اللي أقدر أعمل عليها Meta Analysis علشان الـ Raveman بقى بفلوس سؤال الرابع هل Meta Analysis محتاجة إني أعرف إحصى والسؤال الخامس أهمية عمل Systematic Review وأنا طالب وإزاي أعمل كده وآخر سؤال هو إيه هو بديل برنامج رايان لإنه بقى بفلوس طيب قبل ما أبدأ أجاوب على الأسئلة إن شاء الله إحنا تقريبا وصلنا 20 ألف مشترك ففيه Post هسابه لكم فيه Description تحت لو حد عنده أي أسئلة يقدر أنه يكتب السؤال بتاعه في البوست ده إذن لو أسئلة Personal أسئلة في Career في Future Directions في أي حاجة معينة تقدر تسألها في البوست ده وهنجاوب عليها إن شاء الله بالنسبة لأول سؤال هو أقل عدد علشان أعمل Systematic Review أنا أعتقد إن أقل عدد 3 أشخاص وده لسبب إن يعني ده الستاندرد وإن فيه خطوة من الخطوات بيكون متعرف عليه في الوسط العلمي إنه بيقوم بها شخصين يعني على سبيل المثال الخطوة بتاعة البحث في الـ Database لازم يكون بها شخصين خطوة بتاعة الـ Screening أو الفلتر بتاع النتائج أو إنك تفلتر الدراسات الموجودة معاك لازم برضو يكون بها شخصين وفي الغالب بيكون فيه Conflict أو فيه مشكلة في دراسة ما فبيكون فيه شخص تالت بيكون زي Supervise على المشكلة دي أو بيحل الـ Conflict ده فكده المينموم 3 أشخاص وأعتقد إن 3 أشخاص ده رقم معقول ومقبول وسهل الوصول إليه طيب بالنسبة لفكرة إزاي أوصل لناس زي كده والله يبحث إنه هو الموضوع ده فيه تريك بسيطة خالص وهو إنك لما تكون أخدت خطوة يعني على سبيل المثال إنت جبت الفكرة بتاعة الـ Review ويعرفت إنت فعلا هتشتغل إيه بالظبط وجهزت الـ Proposer كده والبروتوكول بتاع الـ Review بتاعك ويعرفت أمور بتاعتك هتكون ماشية إزاي ساعت هتقدر تكتب على أي جروب من جروبس الفيسبوك وهسيب مجموعة من جروبس تحت فيه Description بتقدر تقول والله يا جماعة أنا عندي فكرة Review بتتكلم عن كذا 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 ومحتاج اتنين Expert في الموضوع أو اتنين عندهم Experience في Writing Systematic Reviews ونبدأ إن إحنا نشتغل مع بعض أنا بشوف بوستات زي كده كتير بمجرد ما بتلاقي حد كاتب بوست زي كده بتلاقي مجموعة كبيرة جدا من الناس كتبت Interested Interested يعني مهتمة إنه هو يشاركه في حاجة زي كده وبالتالي أنت بتوصل لناس مهتمة بالفكرة البحثية بتاعتك وتقدر تقيم الناس دي هل هي عندها Experience ولا لا يعني تقدر ترضى عليهم في رسالة بسيطة خالص أو تبعت في البوست ده أنه هو لازم يكون حد عنده Experience في Systematic Reviews والMeta Analysis بيعرف يكتب sections معينة عنده Research Experience مسبقة فالموضوع ده هيوفر عليك effort كبير جدا وهتوصل لعدد أشخاص كبيرة جدا في الموضوع ده طيب بالنسبة للسؤال الثاني هل خطوة تسجيل بروتوكول خطوة مهمة وإزاي أقوم بيها طيب الموضوع بتاعة تسجيل بروتوكول ده فيه يعني نقاش كتير جدا يعني أنا أول ما تعلمت لسيستماتيك ريفيوز لقيت أنه هو يعني لما تعلمت في ووركشوب تابع نيتشر كان بيقوله أنه هو لازم تسجل البروتوكول بتاعك في منصة اسمها بروسبيرو بروسبيرو ده اتكلمنا في فيديو من الفيديوز إزاي تسجل البروتوكول بتاعك فيه نوع من أنواع الريفيوز مشهور جدا اسمه Cochran Reviews والCochran Reviews دي برضو هي كمان بتسجل بروتوكولز مشهورة جدا ومعروفة جدا فهي الفكرة أهمية تسجيل بروتوكول أنا شايف أن هي خطوة مهمة لأنها خطوة بسيطة خطوة مهمة بتعرفك أن في حد اشتغل الفكرة بتاعتك دي قبل كده ولا لا وبتعرف الناس برضو أنك اشتغلت على الفكرة دي بحيث أن لو حد بحث على بروسبيرو ولا أنك اشتغلت على الفكرة دي بشكل يعني مثلا 2023 2024 يقدر أن هو يتواصل معك أو يقدر أن هو يشوف أنت وصلت لغاية فين في الفكرة بتاعتك بالاصل أن هي خطوة بسيطة يعني خطوة ما بتحتاجش تعائدات بشكل كبير واتكلمت في فيديو كامل عن تسجيل بروتوكول باستخدام بروسبيرو هستيبلكم لينك بتاع الفيديو في الدسكريبشن ولكن بقى هل هي بالأهمية القصوى اللي هي ما ينفعش تعمل سيستماتيك ريفيو من غيرها فالإجابة هي لا هي كويسة ولكن يعني مش ضرورية حتمية زي ما بعض الناس بتحس أن هي لابد منها يعني بالنسبة للسؤال الثالث إيه البرامج اللي قدر أعمل عليها متى أنالسز علشان ريفمان بقى بفلوس ريفمان كان أبليكيشن بقى حالياً ويب بيست أو موجود على المتصفح ذات نفسه يعني أنا بستخدم ماك فحاولت أن أنا ننزل الابليكيشن من أكتر من مكان ما عرفتش ولكن بحثت ليت أنهما أصلاً بطلوا أنهما تنزل البرنامج زات نفسه وبالتالي بقى ريفمان ويب فلما فتحت الريفمان ويب لازم تعمل بقى ريجستريشن أكاونت ويوزر نيم وباس وردوا الحاجات دي فاكتشفت أن الحاجات دي بفلوس إلا لو أنت من مصر أو من بعض الدول عاملين زي كلاس A وكلاس B وحاجات زي كده فبالتالي البرنامج هيبقى مجاني بعض الدول مثلاً زي السعودية مش موجودة في أي كلاس من الكلاس دي وبالتالي هدطر أنه هو يدفع فلوس وأعتقد الأردن كذلك فهدطر أنه هو يدفع فلوس ولكن أنا شايف أنه هو مش محتاج يدفع فلوس في برنامج ريفمان علشان فيه برامج كتيرة جداً مجانية إيه بقى مثلاً البرامج المجانية ممكن تستخدم برامج اسمه Open Meta Analyst هسيبلكو اللينك بتاع في الديسكريبشن فيه برنامج احنا بلاشرحه في السلسلة بتاعت البياستاتيكس اسمه جاموفي جاموفي بيزد على الار وفيه أباكيج أو فيه سكشن كامل لانك تعمل عليه برضو المتاانالسيز وبشكل مجاني Open Source وفي الغالب أنا بستخدم الحاجات دي أكتر إلا لو المجلة يعني بتشترط ريفمان أو حاجة زي كده وأعتقد أن أي فورست بلوت أو أي متاانالسيز متقدمة بأي برنامج يعني الناس هتوقف عليها مفيهاش أي مشكلة بالنسبة للسؤال الرابع هل المتاانالسيز محتاجة أني أعرف إحصى؟ فالإجابة هي اه الحقيقة ولكن هل محتاج أنك تكون متعمق في الإحصى علشان تشتغل متاانالسيز؟ فالإجابة هي لا كان فيه فيديو من ضمن أشهر الفيديوهات في القناة واللي أعتقد جابت عدد كبير من المتابعين ويعني قدت الناس شوية ثقة كده في القناة كان فيديو كنت لخصت فيه الإحصى من عام زمان في نص ساعة وكنت تكلمت كده يعني كان عام زمان ما كانش فيه تجهيزات للفيديو كنت بطلع تكلم بشكل مباشر راحت الإحصى في نص ساعة أعتقد هو الكم ده من المعلومات اللي انت محتاجه علشان تبدأ تفهم المتاانالسيز المتاانالسيز حاجة والإحصى حاجة هم مشتركين مع بعض في بعض الأشياء ولكن المتاانالسيز زي ما بقول هي ما بعد الأنالسيز ذات نفسها لها برامترز معينة لها اتجاهات معينة مختلفة شوية عن الاتجاهات بتاعة الإحصى وهن منك تعرفها ولو عندك experience في الإحصى هتفهم المتاانالسيز بشكل مبسط جدا وبشكل بسيط جدا وخلينا برضو أقول أن بعض الحاجات اللي هي مكالكعة وفيها مشكلة في الفهم عملت زي resources كده مجانية موجودة على الويب سايت تقدر برضو أنك تنزلها وتقرأها بي دي اف بسيط خالص يوضح لك الموضوع هسيبلكوا اللينك بتاعه برضو فيه بالنسبة للسؤال الخامس أهمية عمل systematic review وأنا طالب وأعمل ده ازاي طيب systematic review أنت طالب متعرف عليه جدا فيه الناس اللي هي في ال biomedical field زي مثلا كلية طب كلية صيدلة كلية تمريض الحاجات دي مشهورة جدا فيها systematic reviews وال meta analysis لأن ده أشهر اتجاه فيها اللي هو الاتجاه الميديكال يعني وعدد كبير جدا من الطلبة بالفعل قامد بحاجة زي كده بل تفوقه بشكل كبير في الموضوع ده وبالتالي انت مش الفرست سيناريو أو مش أول حد هيجرب حاجة زي كده وبالتالي تقدر تلاقي experience كتير جدا من ناس كتير جدا بتتكلم في الموضوع ازاي تعمل ده السلسلة حاولنا ان احنا نبسطها بقدر المستطاع للناس ال basic خالص في systematic reviews وال meta analysis فأول حاجة هتتفرج على السلسلة وبعد كده زي ما شفنا في أول سؤال ازاي تبدأ يعني بعد ما اجيب الفكرة البحثية اللي شرحناها بشكل مفصل في السلسلة تبدأ تتواصل وتواصل مع ناس وان شاء الله يعني ده كده المخطط خلينا اقول مش انت اول واحد يعمل الموضوع ده الناس كلها عملت الموضوع ده هي بتجيب فكرة بحثية بتجمع ناس بتشتغلوا في ال review بتقدموه للناس اللي بيتقبل فانت كده you have research experience يعني بالنسبة للسؤال السادس والاخير ايه هو بديل برنامج رايان علشان بقى بفلوس رايان هو اعتقد بازال مجاني ولكن الجزء ال AI فيه بقى بفلوس واعتقد برضو زي ال design الجديد بتاحهم بقى بيعمل شوية restrictions لل exporting لل files بقى بفلوس فهو بقى يعني بقى فيه شوية restrictions مش زي عايان زمان انا حاليا لم اعاني من هذه restrictions عشان هنشغل على ال old version ولكن برنامج رايان في الاساس بيستخدم فيه حاجة اسمها title and abstract screening وبالتالي لو انت عايز تعمل حاجة زي كده بقى فيه برامج كتير جدا بتقضي نفس الغرض ده وبشكل مجاني فممكن تستخدم برنامج مندلي ممكن تستخدم ال excel sheet ممكن تستخدم اي برنامج البرنامج اللي زي ماندلي مؤخرا ولسه بنجربه ونشوف هل هو يعني يمكن الاعتماد عليه ولا لا ويب سايت كده اسمه science wheel او sci wheel برضه تقدر ترفع عليه الحاجات بتاعت باب ميد ونفس رايان كده بزب وهيتيح ليك title والapp stack فتقدر انك تتعامل مع ال paper وتعمل filtering بشكل كويس اسملكوا اللينك بتاعه في description وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو واتمنى المحتوى ده من الفيديوز يكون عجبكم لو عجبكم محتوى ده هتقدر تدوس like على الفيديو ده وتكتب بتاعتك تحت اي سؤال اللي انت عايز نجاوب عليه وان شاء الله هنجاوب عليه في فيديو ال q&a بتاع ال 20 الف مشترك باذن الله وهي اتمنى للمحتوى القناة يكون عجبكم حتى الان لو عندك حتى اقتراحات تقدر تسبع تحت في ال comment انا بقرأ كل comments الحمد الله ونشوفكم في فيديو تاني سلام عليكم